مرحبا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الخاصة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم من خلاله بين أبرز قصصنا الاقتصادية والثقافية التي نقلناها لكم خلال عام 2019 مرحبا بكم من جديد صراع البقاء للحفاظ على هوية الأرض وعروبتها ليس سهلا على صياد قرية جسر الزرقاء فرغم التضييقات الإسرائيلية المستمرة بين الحين والآخر إلا أن البحر يبقى مصدر رزق أساسي وغذاء للروح ومخزنا لذكريات الطفولة في بقعة من بقع الساحل الفلسطيني تقع قرية جسر الزرقاء لتبقى شاهدة على عروبة الأرض والمكان لكن ثم تضريبة يدفعها أبناؤها الصيادون المهلة مضيت حياتي في البحر يعني كل حياتي وأنا أستغل في البحر أما اليوم أنا متكاعد وما أشتغلش إلا الشغلات الخفيفة ابني يشتغل محلي وأنا بقى أجي أساعده يعني اللي أقدر عليه وأنا الطفل صغير كان حياة أبوي ينزل على البحر يصيد وأنا كنت ألحقه وأمشي وراه وأحمله السلة حتى دي أقول لك شغلي اللي أنا المدرسة مخشيتهاش متعلمتش تعلقت في البحر كانوا ميودوني على المدرسة كنت من الناحى الثاني أهرب على البحر يهود وعرب يجوا يشتروا سمك من هون مع أنه فيه صيادين في حفا فيه بيافة فيه بكل مطرح مش بس هون هالصياد يعني هموا يحبوا السمك اللي تبعت بلادنا هين لأنه ما فيهاش تلوث ما فيش لا فيها نفط ولا فيها أشي كلها مضيفة الصيادين بعانهم من عدة ملاحكات من أول شيء من المسؤولين عن البحر اللي هم دائرة الأسماك عملونا مناطق محدودة ممنوع هون تروح الصيد هون ممنوع تفوت رخص معك كل شيء بسيدر مع كاش معك بني آدم مش حامل رخصة انت ميخده مشان يساعدك يعني لا هذا ممنوع قالوا بدنا نجي من مخازن هاي ونمطيكوا كل واحد كونتينير حطلك هيها طب هاي شو بتعمل ما تتعش هذول شباك احنا خايفين انو بكرا يجم يقول لك انت قطارك اقمن ثاني هنا وقاعد على هاي الأرض واسطح نبدنا اياها يعني لما احنا خلقنين هون طبعا نوكد ونشرب وننام كمان هون احنا وولادنا وحنا طامدين ونقول للجين اللي جاي هذي الأرض خلقنا فيها ونموت فيها ما فيه من كافة أنحاء النقب يجتمعوا راكبو الخيل بصحبة خيولهم في صباقات أسبوعية وتحديات رياضية ممتعة بالإضافة إلى دورات التدريبية الهادفة لتعليم ركوب الخيل والتعامل معها خيول البيداء وتحدياتها ما بين الرياضات والعادات في النقب العلاقة الفارس مع الحصان الحصان الراكب طبعا مش علاقة لازم تكون تفاهم بينهم كان في التمرين أو في سباقات نفسه الخيال المطلوب أن يكون خيال كويس لازم يتفاهم ما الأحصان أو الأشي ولازم يقسم السباق حسب المسافة وحسب نفسية الأحصان هو العنصر الأهم في المنافسة ومع أنفاسه تكتمل لوحة النصر أو ترتسم خيبة الأمل ننقل لكم رياضة الفروسية من أرض المذبح بصحراء النقب خيال هذا شيء ما بنقدر أن بطله ولا بنستغني عنه من أيام اجدادنا وأحنا على هذا المشوار نكملين فالحمد لله رب العالمين اليوم عندنا مضمار مش معترف به ولكن هذا المضمار احنا كل أسبوع بنسويه في النقب على أساس أن كل واحد مننا عنده إحصان أو فرس يكون عنده المجال أن يشارك في السباقات اللي احنا بنقوم بهنه كل يوم جمعه وهذا على حسابنا الخاص عندنا هاي بتشوفوا التدريب خيول كمانفة بصير في هذا المضمار على أساس أنه بيصير تجهيزات لسباقات أخرى دائماً فيه عندنا في كل يوم جمعة فيه سباقات وفيه تدريب والحمد لله رب العالمين احنا اليوم موجودين في هذا السباقات كذلك بنتعرف تعارف بين أبناء النقب في هذا المضمار والعلاقة التي تربط الخيال بفرسة أو بحصانة هي علاقة كأنك علاقتك مع أبنائك فهذه علاقة غريبة من نوعها سبحان الله فالإنسان اللي يحب كل بن آدم مالك خيل أو مدرب خيول فالبن آدم هذا عندي علاقة تربطي علاقة خاصة وكأنه علاقة مع أولاده أو أبناءه الخيال اللي بيركب وبسابق اللي بيمارس السباق على ظهر الحصان أو الفرس له علاقة خصوصية تخص بينه وبينه تسجيعاً للسياحة وحفاظاً على الموروث الثقافي يحيي الفلسطينيون في غزة أمسياتهم في بيت تاريخي عريق يطلق عليه بيت ستي فالمزج بين التراثي والترفيه يخلق جواً فريداً من نوعه يفتح متنفساً لترويح عن النفس في ظل ضيق الأفق السياسي والاقتصادي في القطاع الأماكن الأثرية الموجودة في قطاع غزة وهذا المكان جزء من هذه الأماكن عمره الزمن يقارب من 450 إلى 500 عام عدم التفريط بالموروث الفلسطيني هدف يسعى له المهتمون بالتراث التاريخي وأصالته بيت ستي نموذج جديد في قطاع غزة يحافظ على عراقته رغم الأشكال المعمارية الحديثة هناك اهتمام كبير في آثار كل بلاد هنا في قطاع غزة بصراحة لقلة الاحتمام في هذا النوع وهذه البيوت وهذه الأماكن الأثرية آثرت أن أكون المبادر الأول في قطاع غزة وأن أحول هذا البيت إلى مكان أثري هذا المكان يتكون من طابقين وفي وسط الطابقين يوجد أيضا بعض الغرفة خاصة اسمها الوسطانية هذا المكان يتكون من هذا المكان اللي احنا موجودين فيه الآن اسمه أرض الديار أرض الديار يتكون من أربع شغلات رئيسية اللي هو البئر بئر الغلة هاي اللي احنا موجودين بجانبه نقطة الثانية اللي هي البحرة والبركة اللي بتكون في وسط أرض الديار الجزء الثالث هو المزيرة المزيرة يعني المكان الذي توضع فيه المياه وكانت جداتنا وستاتنا سابقا يأتينا بالمياه من مصدرها من مصدر النبع عبر الجرة ويضعناها في الشيء اسمه المزيرة الشيء الرابع والأساسي اللي هو يعني نباتات الزينة وأشجار الزينة التي يعني بالضرورة أن تكون في أرض الديار مطل على أرض الديار أيضا الإيوان الإيوان الرئيسي وهو الجلسة العربية كانت أنذاك يستخدموها للاستقبال الزوار الذين يأتون على عجل وفي مكان آخر اسمه الصومعة الصومعة للزوار الذين يأتون لفترة أطول للغداء للمبيت لفترة أطول طبعا لدينا هنا برضو في نفس المكان تحت موجود المكتبة هذا المكان يعني أنا أطمح أن يكون مكان يعني يرتاد المثقفين باستمرار نحن هنا يعني في غزة وأنا تحديدا حريص كل الحرص أن أحافظ على هذا الأرض يعني كي نثبت للعالم أن جذورنا وتاريخنا هنا من آلاف السنين وأقل حجر هنا موجود أقل حجر أكبر عمرا من دولة ما يسمى بإسرائيل بمئة سنوائي عقب رفض وتعنت دم سنوات عديدة سمحت السلطات الإسرائيلية مؤخرا لسلوى قبط بالدخول إلى مقبرة قرية معلون المهجرة لزيارة قبر والدها زيارة انتظرتها لأكثر من أربعة عقود ولم تتمكن من القيام بها إلا عقب رحلة طويلة بين أروقة المحاكم الإسرائيلية لانتزاع حقها بزيارة ذويها هي والنكبة توأمان حيث استشهد والدها حين كانت لا تزال في رحم أمها سبعون عاما من الانتظار وبعد رحلة مريرة من النضال دامت أربعة عقود تمكنت سلوى أخيرا من انتزاع قرار يسمح لها ولأول مرة بزيارة قبر والدها هنا في معلون حبيب قلبي يا با انت هاي الصورة اللي عشت معاي هاي كاتمت سري وحافظت أسراري وشركة حياتي هاي الصورة بحبك أنا كتير يا با هياك بدأ أحطك حد أمي بكنيسة معلول هاي كأنك رجعتوا اليوم عمعلول كل مرة أنا بذكركم وبجيبكم على الكنيسة هاي اللي تعمدت فيها يا با اللي تجوزت فيها واللي تجنزت فيها بدأ أصرخ وقولك يا با احتمال نلتقي خلال ثلاثين يوم كيف المحكمة يقررت احتمال أنا بعرفش بتأمل إنه نعرف وين قبرك نعرف وين طرابك أبو هذا الطراب اللي ضم أعغل أبو اللي صلي بس تناه 72 سنة تناه أشوفك يا با مات سلامي ما شافكاش أخوي ماتت أمي وتتمنى تزورك وما شافتكاش خيات اللي ببيوت مش عارفيني نكون الخوف اللي كان مليان عنا بس أنا تحدي لكل العالم بدي أشوف قبر أبوي كان يشتغل في سكة الحديد بهدى كنهار رايح يجيب معه شوي يجي كانت جمعة عيد الفسح أو صهين قتلوه غدروه كل سنين حكيت له عالصورة اليوم بدي بدي قعبته وأحكي معه أشياء بس فيه شغلات يمكن بينه وبينه بدا تكون تخيل إنه الجيش اللي قتله هو اللي بدي يوقف قدامي يعني هاي المشاعر الصعبة ما حدا بحسها أنا حاسي بثقل على صدري بثقل على ضميري بثقل على حتى وجود أبوه جاي أقول له أنا جاي أشوفك والجيش اللي قتلك هو معاي بس رح أجيب لك فارس يا با فارس ابن سلامي أخوي رح أجيبه وعدنان بدي أجيبه ابني أحفادك هدول يعرفه وين أنت عشان إذا أنا موتت وخالي طولة العمر إليه راح يكونوا في حدا بيعرف وين أنت موجود اشتركوا في القناة أكمل المسيرة من حيث أنهاها أجداده في حرفة صناعة الفخار بسام مسمار استطاع أن يحافظ على فخورة المسمار لتصبح معلما تاريخيا فلسطينيا ومركزيا للزوار في مدينة الناصرة بالإضافة إلى ترسيخ أهمية الاستمرار في هذه الحرفة للأجيال من بعده أنا اسمه أسلام مسمار حفيده للجد حنم مسمار موجدين من اليوم الفخورة التي بدأت محاول الجد اللي القوى الجدي حنم مسمار الفخورة بالاسم فخار الاسم الشعبي اسموها فخورة البقيض جيناين selfie والشيء على الفخورة محلا تصنعوا الفخار اسم مل المسمة المسمرة الجديد كل محن مسمى وسيد legit حس Gamma والعوتس كان سموها مدرسة الأيتان السورية كان ريوس طوعيهم بره زمان أخذ الطراب اللون بغسطة طوعيهم عمل تمتال بعد ويومين شاف التمتال موجود كان كثيراً مبسوط من حاله فأهله نموله موهبته بعثوه على منخن في ألمانيا تعلن فن الفخار أربع سنين بالآخر أجه هذا الجبل اللي هو جبل سيخ شرق مدينة الناصري من هنا أبلش أن اللي يبني أول معمل إله بحياة ستة اللي يجيك لأدوات الخزافية القديمة ليش هذا الجبل اللي هو جبل سيخ شرق مدينة الناصري لأنه فيه طراب سلسلية مناسبة لصناعة الفخار بعد ما اكتشفوا أنه هذا الجبل فيه مواد اللي هي تنفع لصناعة الفخار بعدين أعلموا أولاده بعد ما أعلموا أولاده أولاده صاريني جاءوا ورير زرعية بأنواع محتل فيه طوروا المحل أكتر لما صار معهم ما صاري شوية صغيرة أقولوا جابوا ألات من بره صارت كل آلي سأوا 1200 كتعة طوروا الانتاج طبعا حين صار أكتر سريع وأكتر فيه وجود بعدين عملوا فراني على الكهرباء اللي صار فيه كمان أكتر سرعة في انتاج الفخار لم ينثر تاريخ فاخورة المصمار مع تقادم الأجيال بل ازداد تعلق الأحفاد بهذا المكان فصالوه من خلال تحويله لمحطة تاريخية وسياحية رئيسية في مدينة الناصرة كل الهدف من موضوعنا نحن كأحفاد نشوف أهمية كتير كبيرة نحافظها الحرفي لدينا حرفي اللي بتحكي عن تاريخنا وعن تراثنا وعن أدواتنا بكل المجالات نحافظ عليها حتى تحكي عن تاريخنا لوراء والأدام والمستقبل لولادنا كيف كمان الإنسان نتعامل مع هذه المادة اللي كلنا نتعامل فيها فهذا الدافع تبعنا فإحنا بنشوف أنه هذا المورس مفروض أنه ننهله لشعبنا اللي تحكي عن انتماءنا وتاريخنا وعن تربطنا وعن أدواتنا اللي اليوم أهم شغلة ممكن إحنا نحافظ عليها وندافع عن وجودنا من خلال هاي الحرفي قطعة الفقار الزهري إحنا كمان جيل الثالث صورنا كمان شوية زغيرة كبار كمان إحنا عم نحاول لأن أولادنا اللي حاولوا يحافظوا هاي الحرفي ونعلمنا عليها حتى كمان يحافظوا عليها بعضنا حتى تكون كمان استمرارية للفخورة يعني لي أنه أنا كتير برتاح لما بشوف ابني عم بساعدني عم بحافظ على المحل تبعيزاني بأنني بفكر أني حافظ عليها كيف قدرتها من أهلي كمان هني بشعر كتير أنه حلو يحافظ عليها بعد ما أنا أكمل فيها هذا كمان إشي بالنسبة إلي يعني بعطيني كتير شعور برياحها على شاطئ بحر غزة يجر أبو زكريا عربة الترمس والفول بأسلوب مختلف وبطريقة متميزة يجذب المرة للشراء ويخلق أجواء إيجابية لجني مصدر دخل لعائلته على رغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها السكان أول حاجة بنبدأ في المقولة بتقول هذه الشغلة من شغلتنا بتضلح سمينوت جاعدتنا وعلينا موت عنده بالذكرية بطريقته الخاصة استطاع أيمن الغزالي أن يجذب المرة ليشتروا منه الترمس بأسعار زهيدة ليوفر لقمة العيش لعائلته رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة نحن شغلتنا بالحلويات غزالي كنا نشتر الحلويات يعني في جميع أنواح من فزدوكية ومسمسمية وعوامة وحلب ونمورة فهنا لما نتغيرت الوضاع ومسكت ناس غلل إشي صارت طاقطة أول ما نمسكوا البلد صارت جرة الغاز بسبعين شيك طاقطلين تجرب جرتين كيس السكر وصل 180 شيك ما قدرتش ما زبطتش يعني شغلة الحلويات يعني أنا زلمة بسيط مستأجر 16-17 سنة بالعجار ومحدش مدور بقى أنا بدي أقعد جنب الحلويات واتتوسع واتتتسول مش حينفع أو قعد أخبط تدور الناس دايني وما دايني لا ساطر بيتي أن يتوفر حسب يعني الرزقة وحسب الله يعني أن صار فيها أي حاجة الرزقة بتوقف والإزعاج والسنفونية اللي بتطلع هذه الحلقة يعني بقول مثلا نرجع على موضوعنا يا جماعة معانا لزوم التسالي وعنا طرمص وعنا فول وأبو زكريا بشكل بشكل وعلي لمون فالناس يعني اللي بيجعبها له بتفضل بيشتري وبعدين في عندي ابنة زكريا دراع اليمين استغناش عنه بنول كزة بنول مية بنول لمون زكريا الحمد لله رب العالمين أنا عندي زكريا شاطر في المدرسة والسنة ديك أخذ شهات تقدير بس أنا بجيبه يعني بيسعدني لغاية العشاء وبعد العشاء بعدين بروحوا على البيت يشوف واجباته ويشوف برنامجه للمدرسة لتاني يوم وبنى من المدرسة لأنه مش حابب أنا يورس الشجع عن أبوه وعلي لمون يعني لما أوصل الكورنيش وأوصل دوار السبعة عشر وأشوف الناس وأشوف الناس يعني نفسي بترتاح يعني بحس أنه إيش أحسلي من الجاعدة في البيت لأنه أندي الجاعدة في البيت بتخنج نانا فلما أتعامل مع أفلان وأتعامل مع الشخ سادة وأتعامل مع الشخ سادة وأتعامل مع زبون كذا وزبون راح وزبون إجا بحس بفرفشة وبحرية بحس أنه في أمل في الحياة لسه أنه في أمل في الحياة ممكن الواحد أنه يمشي بنظل الحصار وبظل الوضع اللي احنا فيه لكن بنحس أنه في أمل أنه نكمل بسم الله الرحمن الرحيم أبو زكريا بشكل بشكل وحي لأمور انطلاقاً من إمانهن بأن الفن وسيلة نضال تصل إلى كل الشعوب حملت فنانات من النقب رسالة تناقش جميع أشكال العنف من خلال عرض لوحات فنية تجسد أثر الجريمة على الأفراد والمجتمع براية هي كلمة جزائرية أصلها فارسي معناها رسالة ملكية جاية من كلمة باروات فكرنا في هذا الاسم لأنه نحن نحس أنه نحن نحاول نوصل رسالة التي إلها معنا ورسالة ممكن تكون تحت مسامة ملكية فنانات النقب خرجنا عن الصمت ضد آفة العنف والجريمة في لوحات ومعرض للمساهمة في مناهضة العنف الذي أصبح يشكل خطراً على حياة كل أفراد المجتمع العربي هذا المعرض هو المعرض الثالث لمجموعة براية المعرض السابق كان قبل سنتين بعنوان أمر هدم كان بنقش قضية هدم البيوت في النقب بعد تقريباً سنتين قررنا أنه نرجع في معرض جديد للناس فتقريباً ما كان عندنا اختلاف أن أكثر موضوع بحاجة أنه نعرضه والناقش هو موضوع العنف الشيء اللي حاولنا نركز عليه كمجموعة لما اخترنا موضوع العنف أنه أحنا نناقش كل أشكال العنف مش فقط العنف القابلي أحنا نناقشنا العنف القبلي العنف ضد النساء جرائم الشرف حتى التنمر في المدارس باعتبارها حتى أحياناً أبسط أشكال العنف هي جداً مؤثرة وجداً مؤذية كمان أنا بأمن أن الفان رسالة جداً جداً مهمة حتى على مار كل التاريخ الفان كان وسيلة نضال في الشعوب الفان مش لازم يكون مجرد حصة في المدرسة يعني أحنا اليوم الافتتاح كان الحضور جداً عظيم والناس حتى اللي بتجي بتتأمل اللوحات اللي بتشوفها وبتفهم أفكارنا وكثير مرات بيشرحها بطريقة أفضل من الفنان نفس كيف بيشرحها ثلاث لوحات فيها أسلاك لأن حبيت اللوحة تكون معدنية زي الأسلحة اللي إحنا بنستخدمها أول شي بدأنا في فرمز حنظرة اللي ناجل علي كان يرسمها عشان يعبر عن رأيي بالوضع السياسي الموجود عندنا ما بين القضية الفلسطينية والإسرائيلية سويت رسمة حنظرة بالنحاس اللي هو اللون اللي شوي دافي اللي عن الحرارة والدفئ والإنسان بسرك واحد كامل متكامل اللي بيميز إن حنظرة قاعد مربوط بالسلو والروح والدم مع حنظرة الجزء الآخر لكن زي ما إحنا شايفين إن الوضع اللي موجود بمجتمعنا مش فقط كونفلكت اللي هو ما بين الحنظرة وأعدائه وإنما عشان نسوي هذ اللوحة ما كان في داعي نحط أعداء وصار الموضوع بين حنظرة ونفسه إحنا المجتمع العربي صار إحنا نتخف بعض إذا بتشوفو هان في هان رصاصة وفي هان إجزاز مرايا اللي الرصاصة اخترقته وكسرته تمام؟ أي حدا هيوقف قبال الصورة هاي رح يشوف حاله في الجزاز إيش يعني؟ إيش الفكرة من ورا الموضوع؟ الفكرة إنه أي حدا فينا ممكن يكون ضحية أي رصاصة إن كان بشكل متعمد أو هو قاعد في بيته ما خصه ولا في أي مشكلة ممكن تجي رصاصة طائشة فكيف ما بتشوفو موضوع اللوحة هاي عن الإسلاح المنتشر والمستعمل بكثرة في مجتمعنا في البداية ما كنا متوقعين يكون لهالدرجة في تجاوبنا الناس صحف المعرض أول كان في حضور بس ما كان هالحضور اللي جدا عظيم يعني وكان بس من فئات محددا بس لما بدنا نطرح مواضيع اللي هي تمس المجتمع بشكل مباشر الناس حستت إنه فيها إشي مهم اللي لازم نشارك فيه رغم إنه الفن مش إشي معتاد إنهم يشوفوه بشكل يومي ما بتصير معارضة كثير في مجتمعنا فحسوا إنها حركة جديدة وفي نفس الوقت بتحكي عن معاناتنا نستطيع أن المساق قيمة مع صارة عبلين ومكانتها التاريخية وسبب الحفاظ عليها وتحولها إلى موقع سياحي من خلال معاينة المعدات والألات التي كانت تستخدم لإنتاج العمود الأساسي الذي كان ومازال يرتكز عليه الاقتصاد الفلسطيني المعصرة تم تركيبها المبنى كان قائم المبنى من سنة 1926 تم التركيب سنة 1949 عطيت أبوي لي والدي هو اللي أقامها أنا الثاني جيل فيها وكل الألات الأصلية بعدها موجودة أول مرحلة بعملية الدرس هي بالحجر لعملية درس الزيتون وطحن الزيتون وهي بتبدأ بهذا الحجر هي حجرين مصنوعات من الجرانيت الآلة صناعة فرنسية فبديروا الزيتون هون حوالي خلال عشر دقاي بيكون صار ممعوس مدروس وبينزل من الحجر لهذا الجرن هذه المكابس اللي بتنحط فيها القفاف هاي القفاف بتتملى بالزيتون المدروس المطحون وبتعبى المكبس لنهايته والمكبس بيشتغل بضغط هيدراولي في هناك مضخة اللي بتشغل هذا الضغط وهاي حنفيات بتمفتحها أو أغلاقها والمكبس القسم التحتاني بيرتفع بضغط المكابس بوصل بضغط حوالي 150 كيلو جرام مصنطي هاي مصفاة بسموها فرازة اللي هي عملين تفرز الزيت عن العكر جهاز بعمل بعملية الطرد المركزي الزيت لأنه أخاف بيرتفع مع الدوران بيرتفع لأعلى والمي العكر اللي هو مركب أكثر المي بيظل بنقطة أوطاء فمن هون بيطلع الزيت ومن هون بيطلع العكر هاي المحطة الأخيرة بالعصر وبعدها تم حاسبة الفلاح بديش أنتج تدفع العجار بسبب التطور في صناعة الزيت توقفت هذه المعصرة عن العمل لكنها بقيت هنا في هذا الركن تتعلم منها الأجيال الصاعدة تراثا كاملا عيشه الأهالي في هذه البلدة وفي الداخل عامة السنوات الأخيرة اللي اشتغلت المعصرة كانت بحجزاتها نقطة جذب سياحي وكانت تنعد شيء أثري يعني المحرك الديزل هذا كان تقريبا ما ضلش في منه فمن هيك إحنا حافظنا عليها لأنه حتى في آخر سنواتها كانت تنعد الناس تيجي تتفرجوا وستمرين بهذا الموضوع وإحنا عارفين إيمتها التاريخية يعني يعني هاي عمليا الاقتصاد الفلسطيني كان حد أعمدة الاقتصاد الفلسطيني هو زراعة الزيتون وبدون معاصر الزيتون ما فيش إشي بدون زيت ومعاصر فإشي مهم جدا يعني وكمان الناس تشوف إنه من مئة سنة من سنوات سبعين سنة من الأربعينات والخمسينات الاقتصاد اللي كان موجود هون عمليا كان استورد آلات من فرانسا والسويد يعني اقتصاد حي اقتصاد قوي هدم ومصادرة واستيلاء على الأراضي والأثار الفلسطينية التاريخية العتيقة كل هذا يبدو واضحا بين أزقة وذكريات سكان حي حيفا العتيقة أقدم الأحياء العربية وأعرقها ليش أنا بضني بعد الحي لأنه أنا أول إشي هذا الحي هو أنا حي هويتي وبهمني هذا الحي بحب هذا الحي متواصل مع الحي هاي إن كان بذكرياتي ولا إن كان مستقبلي بحس إنه في مسؤولية إلي للحي اتجاه الحي هذا الأن هذا الحي هو باتي هذا هو نسميه وطن الأول يعني أنا هون خلقت بين سكة كطار إسرائيل ومينائها العسكري يقع واحد من أقدم أحياء حيفا وأكثرها عراقة كانت تقطنه ستمائة عائلة فلسطينية عام ثمانية وأربعين تم تهجيرهم بالكامل إلا أنه في سنوات السبعينيات عادت بعض العائلات العربية لتقطن هذا الحي وتعيد ضخ الحياة فيه من جديد لكن المحاولات الإسرائيلية بمحو الحي وتمسي معالمه العربية لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا حي العتيقة هو الإسم الرسمي والقديم لهذه الحارة وطبعا هذا يعود إلى ألاف السنين إلى الوراء لما بدأ الإنسان منذ العهد القنعاني بالسكن في الحي فاعتبر عتيقة بفعل المباني القديمة والأثارات القديمة التي فيه أما التسمي محطة الكرمل فيعود لفترة الانتداب بداياته لما قامت الحكومة البريطانية بمد خط سكة الحديد من القنطرة شمالي مصر إلى مدينة حيفا ولكون السكة أو الكطار وصل في آخر محطة لهذه النقطة تحديدا أطلق على هذه المحطة اسم محطة الكرمل وكان في 250 بيتهون وكله بيوت حجر صوان جميلة جداً عربية فع مدار السنين هيك صار يهدم البيوت لأنه كان في ناس تترك الحي في كتير ناس تركت الحي ولكن اللي بدأقول إنه كان فيه سياسي هون أنا بنظري مكنتش مكنتش نسميها فير هو إنه عمليان ليش تم هدم البيوت كلياتها بدل من إنه عمليان إحنا إنه إحنا ندير بالنا على البيوت هاي نخليها ونخلي التاريخ هذا ومش نهمش التاريخ ومش نمحي التاريخ فطبعا السياسة هاي كانت واضحة بالحي هذا إنه كل عائلة كانت تترك بيت خلال شهر شهرين بالفعل كانت تم هدم البيوت كلياتها فبعد ما أكبرنا وعينا شوى صغيري فيمن إنه ها جزء من السياسة طبعا اللي حصل بالـ 48 بهذا الحي حي العطيقة هو نفس الشيء اللي حصل للمدينة هجوم من المنظمات اليهودية قصف ونسف أعداد من البيوت لترهيب الناس وتفزيعهم وبالتالي الناس اللي كانوا ساكنين بهذا الحي على وجه الخصوص وكانوا قريبين من المينة كانوا الأوائل اللي قدروا يصلوا للمينة ويتركوا من المينة بواسطة السفن والزحفات باتجاه مدينة عكا إذا تمشي بالحي كمان حتى بتلاقي في مناطق عندك اللي بتلاقي بعد بعد فيه البلاط طبع البيت بعد ما تم هدمه يعني فيه قدام غاد في منطقة بتشوف فيه بلاط البيت بعد ما تم هدم البيت كلياته تفاجأت كثيراً قبل حوالي شهر لما شفت أنه فيه هنا أسيجة وبوابات تغلق المكان اللي بيحمل اسم مقام الشيخ عيسى مقام الشيخ عيسى مقام يرد ذكره تحديداً على الخرائط الانتدابية وهذا دليل قاطع أنه كان موجود وقائم والمكان كان مفتوح كل الوقت للزوار لكن قبل شهر تقريباً قامت مجموعة لما يبدو من المتدينين بموافقة البلدية لأنه بيظهر شعار البلدية على أحد اليافطات بإغلاق المكان وتحويله إلى مقام لأحد الربانيم اليهود الغير معروف بالنسبة لنا ووضعوا شاهد ويفطات تشير إلى ذلك وأغلقوا المكان بأقفال مما حال دون وصول الناس لهذا المكان من خلال التضييق تارة والإغراء بالمال تارة أخرى سعدت ومتذل جهات إسرائيلية عديدة لإقناع المقدسي عماد أبو خديجي بالتخلي عما يسميه بالكنز المقدسي الذي أخذ معركة قضائية وسياسية في الآن ذاته للحفاظ عليه وترميمه رغم كافة السعاب أنا اسمي عماد إسحاق عبد الرحمن أبو خديجي موليد الأحرى موليد باب السلسلة إحنا موجدون هوني في مكان الوالد الله يرحمه هذا المكان مع الوالد من قبل ثمانين عام كان عبارة عن ستة متر ستة أمطار تصوري عن ستة متر خش يا صغيري زي ما قلوه بلشت أشتغل فيه أنظف طبعا بعد الستة متر كان مليان إطراب عدت تلاتين سنة والله تلاتين سنة وان أشتغل فيه شوي 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 أشتغل فيه العديد قبل تسع سنوات ما حضرت سلطة الآثار الآثار الشرطة البلدية يعرف إيش رأض منعونا نشتغل بحجة أن هذه أثار إسرائيلية أو أثار يهودية بحجة جواهية حطينا محامية خمس محامية حطينا بعد معاناة خمس سنين مع المحامية ومع الأضاء سمحونا نشتغل بشرط واحد نرمم ترميم مش نبني هوني ما بنيت اشي أنا بعد معاناة خمس سنوات سمحونا نرمم بشرط يكونوا موجودين وجودهم كان يكلفنا يومي يومي ألف وستين شيكل مش وجودهم يساعدونا يراقبونا شو بنلاقي كيف بنشتغل شو بنشطل شو بنعمل كان كل يوم يكلفني وجودهم ألف وستين شيكل طبعاً وأنا أشتغل لجأنا عليكم السلام لجأنا لكل العالم منشان الله وقفوا ساعدونا مش تساعدوا عماد أبو خديجي بحال ذاته يعني بل المناخذين ساعدونا لثباتنا بالقدس لصمودنا بالقدس لرباطنا بالقدس خلينا نحكي كانوا يقولوني اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدوا هذا من المقول المشهورة طبعاً الناس اللي بتتدعي حب هالبلد حب الأدس حب بيت المقدس حب المسجد الأقصى بشكل خاص هاللي نحكي هوني أجد تركية مشكورة حكومة تركية اللي هي ممثلة بجمعية تيكا هاي جمعية تيكا هلأ بورجيكيها منعوني اليهود أصغرها خلوني أغطيها بدون مش أي شيء اسمه تركي هوني اليهود أو السلطات الاحترار خلني حكي لي ليش بدهم المحل هم بقدروا يشترك أي محل بالقدس لعدة أسباب السبب الأولاني قرب المحل من حائة الوراق محل يفصل على محاقة الوراق ثلاثة أمتار السبب التالي القدس فيها بيزنطي وفيها صليبي وفيها مملوكي طبعا هذا اللي حكي بيحكيهوش مني هم اللي بيحكووا لي إياه محل الوحيد الوحيد بالقدس داخل البلد القديمة اللي بدهم الثلاثة فترات صليبي بيزنطي صليبي مملوكي السبب التالت والأهم الحمد لله ربع من الله أكرمنا فيه ورضى الوالد الله يرحمه وجدنا كمان طابق أرضي تحت ما أنت وقف فيه كمان طابق طابق اللي تحتينا بوصلنا على المسجد الأقصر بوصلنا على حائة الوراق بوصلنا على كنيسة أيامة بوصلنا على باب العمود صبر أنا بحكي لكيش على خمسين متر ولا ميت متر ولا ميت متر بحكي لك على كيلوات لهذه الأسباب السلطات الاحتلال والله ما هي تركاني إيش بدك أبو خديجي؟ يعني أنا صرت زي زي نقولها الولد ندلل عند سلطة الآثار عند عطيرة كوهنيم عند أي إنسان بده المحل آخر مبلغ عرضوه علي 31 مليون دولار بالسابق عرضو علي 24 مليون دولار آخر مبلغ عرض علي 31 مليون دولار طلعي إحنا هنا أخذنا عهد أبوي الله يرحمه أبوي إذا ما قال له وش ثلاث يام توفي علي أخذنا عهده إنه هذا المحل مش إلنا وقف إسلامي يعني كيف وقف إسلامي بل ما أحزين كل إنسان موجود بالعالم مش بفلسطين أو بالأدس أو بالضفرة كل إنسان مسلم موجود بالعالم شريك في الأمس مش أنا اللي بحكي هذا اللي بحكي ديننا الإسلامي محمد عليه السلام أراضي المسلمين لا تباع كل إنسان مسلم موجود في العالم شريك في أراضي المسلمين بالأخص في فيت المقدس كيف بدي أبيعيش اللي أملكه؟ هوني والله 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 لو دفعونا مش ملايين والله لو دفعونا مليارات مقابل حجر واحد والله ما بنبيع أنا الصعوبات بقولك اللي بنوجهها هوني من قبل سلطات الاحتلال لحديث الهواء اللي بنتنفسه بنتحاسب عليه جلوسنا بمحلنا هوني بنتحاسب عليه فاتح بابنا بنتحاسب عليه مش إلنا بالشارع بنتحاسب عليه يعني رسالتي للعالم الإسلامي أجمع مش ببلسطين مش بالأدس مش بأهلنا بالداخل رسالتي لكل إنسان مسلم موجود على وجهه البسيطة بنقوله باللغة العامية وباللغة الهجر الفلسطيني من شان الله تعالوا وزوروا بيت المقدس من شان الله عمروا بيت المقدس بالأخص المسجد الأقصى إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختم حلقتنا وبداية عام جديد من القصص والجولات التي قدمناها لكم برفقة مراسلين في الميدان أشكركم على حسن المتابعة وكل عام وأنتم بألف خير تعالوا وزوروا بها عليا عليا اشتركوا في القناة